اشتركوا في القناة وانا جيت فتحت انترنتكس بلودر هابوس سيلاقي في ايكونة جنب الموقع بتاعي وده موضوع او هدف المحاضرة بتاعتنا هيا فيه طرق كتير اوي اوي انك تعمل ازاي الايكونة دي بس هناخد الطريقة انا بعملها او عمتا الشائعة الاستخدام اول حاجة بعمل الايكونة بتاعتي عادي خلص باللوجو بتاعت او بالعلامة بتاعتي على الفوتوشوب دي الصيز بتاعتها 100 161 حاول تعملها كبيرة شوية عشان تريح معك في الكونفرت بس هيفها save for web برا وهسميها save icon save icon اوكي واجي بقى على اي موقع تحويل صور من الصور لأيكونات يعني انا كتبت في السيرش image to icon online بقى اللي حاجات كتير دخلت على الاول واحد موقع اسمه bro draw.net هبصة لاقي هنا الابلود الابلود براوس هي دي انا همسح دول بس عشان ما تلخبطش هي دي الفيف ايكون انا مطلوب مني لانا احاولها من صورة عادية لايكون الامتداد ايكون اوكي بيقول لك انا خلاص عملتها ابلود وبعدين اختار بقى الصيز بتاعك الصيز بتاعنا هاختاره 64 في بيكسل في 64 بيكسل مثلا وقول له generate بيجيب لك شوية حجام كده او بالنفس الحجم بس شوية عليها شاربن smart شاربن وشاربن ومور وشاربن twice مهم انا هاختار اول واحدة هتكون بنفس الاسم save icon dot icon طيب يبقى save واخدها كده بره معايا على الدسكتوب واجي هنا احطها طيب يبقى هنا هي معايا هي دي اوكي حلو قوي هروح كي يبقى ارفعها على الroot من c banal او ftp بروح جاي داخل ده الroot بتاعي بخش على temperate وخش على temperate اقول له هي دي double click كده هبص لقيه بقول لي uploading اوكي complete لو جيت هنا هقول له refresh او reload هبص تلاقي هنا طبا هي نزلة لي كده بال one لا انا عايز امسح one دي خلاص خليها في save icon dot icon تمام باجي بقى على الوبسايت بتاعي باجي على ادارة الكوالب او templates manager وعلى اللي انا مكتب عليه وخش على html واكتب له بقى اللينك بتاعه كأنه بلينك عادي جدا style sheet او css هقول له عادي خالص طيب اولو هنا link ريل بيساوي بين كسين short icon تمام واجي بره الكسين دو اولو href يساوي بين كسين اسم الايكون دي خلاص يبقى save على root save icon dot والمتاز بتاعها icon كويس يبقى خلاص عرفت الكود ده بلو تنفيذ مجرد ما بعمل refresh بتظهر لفوق اهي ظهرت لفوق بالشكل ده وده كان موضوع درس النهار ده في حاجة كمان يعني كا استفادة شوية او توسع شوية لو عايز تعرف الكود المسؤول عن ربط ربط الحاجات دي كلها من خلال داخل بحاجة هتخش هتخش على جملة على جملة بعد تجد على HTML هتخش 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 ما تجيش ناحيته خلاص انا بوريك بس من باب العلم للشيء تمام اهو لو حاببتغير تغير اسم الفيف ايكون بحيس مسلا تسميها اي حاجة سميها ما فيش اي مشكلة هنا بس هتسميها على الروت اللي احنا قلناه احنا كنا اتكلمنا اسمها يعني هتغير اسمها من هنا تمام وده كان الهدف من درس النهاردة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته